مرحبا بكم في خبر مذهل من جريدة المدينة. تخيلوا أن الدراجة النارية التي كانت تسير على عجلتين فقط، أصبحت الآن قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى 300 ميل في الساعة. نعم، الدراجة الطائرة، المعروفة باسم سبيودر سبيدر والتي صممتها شركة جيت باك ايفيشن، هي الأولى من نوعها في العالم. بسعر ابتدائي يبلغ 380 ألف دولار، صممت هذه الدراجة لتقلع وتهبط عموديا، مما يجعلها مثالية لأغراض ترفيهية أو لمهام حيوية مثل إيصال الفرق الطبية وعمليات الإطفاء والإنقاذ. ووفق لديفيد مايمان، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن النسخة المأهولة ستكون أبطأ لضمان سلامة الطيار. يمكن نقل سبيودر بسهولة في شاحنة ولا تحتاج إلى شحن قبل الإقلاع. بقدرة على الطيران بسرعة 300 ميل في الساعة وحملة حمولة على ارتفاع يصل إلى 5000 متر، تنتج الدراجة قوة دفع قصوى تبلغ 1200 رطل. تابعونا للمزيد من الأخبار المدهشة.